السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفيديو السادس من سلسلة تعلم كل ما يخص Microsoft Teams الفيديو ده بتاعي النهاردة هنتكلم عن شكل الامتحان الكتروني ازاي هنبدأ نصمي الامتحان الكتروني ونعمله ضبط للوقت وكمان ازاي الطالب هيقدر يشوف الامتحان ده دلوقتي هنروح نفتح ال Teams اللي احنا اشتغلنا عليه قبل كده ال Team بتاعي بروح على assignment برضو نفس الكلام بدوس على create quiz بختار quiz وبردو نفس الكلام ده بتكرار تاني معايا بضغط على new form عشان اعمل بقى امتحان وصمي امتحان جديد انا مش هعمل form انا هعمل quiz بنركز في الحتة دي مهمة جدا بعد ما الفورمز تفتح التطبيق بتاع forms في عندي برضو زي ما قلنا نموذج جديد new form او new quiz في الحالة بتاعت الامتحان هنختار new quiz او اختبار جديد اول حاجة بكتب اسم الاختبار نقول مثلا اختبار الفصل الدراسي ثاني مادة كذا لعام الفين وعشرين ها عايز تعمل وصف ماشي اوك اجي في السؤال الاول طبعا بطلب بيانات الطلاب فهكتب السؤال الاول عندي اسم الطالب رباعي برضو واخليه required بس السؤال التاني لو عايز اعمل سؤال ماشي عايز اكرر نفس السؤال ماشي اعمل تكرار من هنا رقم جلوس كاملا اغير بس اعمل قيود اخشان اخليه رقم زي ما حضرك شايف دلوقتي طيب كده انا اخلص السؤال ده عايز اعمل سؤال جديد برضو نص اقول له الفرقة وما ننساش طبعا في سؤال في الاول اخليه الايميل الجامعي عشان الطالب برضو هو كده كده الجهاز هيجيبهولي بس برضو الطالب يأكد عليه ايبا ده الايميل الجامعي طبعا عايز اطلع السؤال ده لفوق اعمل ايه الجديد على السهم ده كده السؤال بقى اول سؤال وبردو required بعد الفرقة زي ما قلنا لو دفعات مثلا في سنة تانية ولا حاجة فاكيد ممكن يكون حد شايل المادة فبالتالي لازم اعمل اضافة سؤال مع choice اختيارات ممكن اقول الشعبة باستخدوة كده 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 تلبت الكلام ده وبردو طلبت خليته مطلوب كله مطلوب required تمام اجي بعد كده كده اجي باستخدام الكلام ما قلنا مطلوب بضيف هنا السؤال بقول له يعني خليه برضه بس هنا خليه فايل فايل ابلود هنا بيقول لي ان هو هيحفظ في وان درايف ماشي اقول له ارفق الرقم القومي كملف الرقم القومي او جواز السفر كملف بي دي اف هنا برضو بحدد له حجم الملف مساء عشرة ميجا زي ما هو عدد الملفات واحد اجي هنا بس بختار نوع الملف اخليه بي دي اف اجي هنا برضو في بياناته الطلاب اضيف سؤال جديد اختيارات اللي هو حالة الطالب مشان الطالب ممكن يكون اما مستجد او باقي وبضيف هنا خيار جي كمان او من الخارج كده انا خلص ممكن تطلب الرقم القومي ماشي ممكن ما تطلبوش ماشي زي ما حضرتك تحب كده انا خلص الصفحة الرئيسية بتاعة البيانات اجي بعد كده على اضافة سؤال وبختار بدغط على السهم هنا فبعمل section بافصل صفحة البيانات عن صفحة الاسئلة واجي هنا في الاسئلة يما تقول اجيب عن الاسئلة التالية كلها وتحط الاسئلة كلها تحت بعضها يما عايز تفصلها عن بعض فتقول مثلا صح او خطأ صح او خطأ يبقى هنا اضيف هنا بعض سؤال اختيارات اضيف مسلا اي سؤال وليكن وحط هنا صح او خطأ مثلا كده انا ايه في خيارين بس طيب اخلي محبش نفترض الطالب ده اا مش عارف السؤال فانا كده لو انا عملت هيجبره يعمل اي حاجة اي حاجة بالحظ فممكن تتحسب له صح تمام هو طبعا كده 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 هيعملها بالحظ انا عارف مش هيسيبها فاضل فانا هاجي هنا بقى اعمل تبديل ترتيب الخيارات عشوائيا بعمل يعني بخلي الخطأ فوق او الصح تحت زي ما انا عايز هنا بقى هبدأ حدد الانسر كي لان ده انا شغال على الكويز الانسر كي بحدده منين بحدده من هنا العلامة الصحي دي يعني ليه لو صح بضغط على دي بديل اجابة الصحيحة طب بعد حط الاسكور قديه على السؤال ده هحط عليه نقطة مثلا زودت نقطة عايز اضيف كمان سؤال تمام الخيارات برضو حبيت تعمل كده ماشي حبيت عايز اضيف سؤال جديد ماشي عايز بقى تكرر نفس السؤال من هنا زي ما قلنا قبل كده بكرر السؤال يعني عملت السؤال مثلا تاني صح او خطأ انا عارف ان الاجابة دي هي اللي صح بروح اعلم عليه معلمش على الاجابات متعددة عشان كده هيبقوا لو انا علمت على الاجابات متعددة هاعلم على الاتنين كده يبقى الاتنين صح يبقى انا بلغي الاجابات المتعددة وبحدد واحدة بس عشان هي دي لتبقى الاجابة الصح كده مسلا انا خلصت مين وبرضو الترتيب العشواء شغال عشان انا مغيرتش الاعدادات هاجي بعد كده اعمل اضافة عايز اعمل سكشن جديد يبقى هنا هاجي على سكشن المقطع واضيف مثلا اختر الاجابات المتعددة او ممكن نقول اختر الاجابة اختر الاجابة او الاجابات المتعددة عايز اصعبها عليه شوية اختر الاجابة او الاجابات المتعددة هنا عايز اضيف وصف اوكي ماشي براحتك نيجي هنا اختيار واجي هنا بقى السؤال بتاعي كزا اهو ضيفت مقى الخيار واحد الخيار اتنين الخيار تلاتة زي ما انا عايز وحددت ان ده الخيار مسلا رقم الصح وانا عملت له ده مسلا ممفوش اجابة متعددة خلاص سيبه زي ما هو يبقى دي اجابة واحدة بس هنا ما تنساش ان انا اعمل عايز اخلي السؤال ده عليه كم درجة درجتين عايز اضيف كمان سؤال هاجي هنا بعمل اختيار اه عايز اكرر السؤال تاني من فوق اجي هنا واعمل تكرار للسؤال يا دوبك بغير الاسم مسلا كده وبغير الخيارات ايه الخيارات بتاعتي ممكن اخليها واحد واثنين وثلاثة لكن السؤال ده كان فيه اكتر من اجابة صح يعني ده في اربع اجابات فيه منهم اتنين صح مسلا يبقى انا هنا باختار مين اختار الاجابات المتعددة فانا دلوقتي عايز اخلي الاجابة دي هي الصح والاجابة دي كمان صح يبقى احديت الاجابتين دول صح تمام ويه برضو معمول ترتيب عشوائي للايه للاسئلة زي ما انا عايز انا جيت بعد ما خلصت الامتحان كله يعني انا بعد ما خلصت الاسئلة عايز اعمل بقية تقييم للا ٦ لامتحان فبيدوس على ٦ اللي هي التقييم وبخلي مسلا آآ آآ رائك في الامتحان بتاعك ايه? ها? واخليه مسلا النجوم او ارقام خمس مستويات عشر مستويات فيه لغاية عشر على امازون. اه. لا تسع فيه تسع مستويات. يبه هنا ممكن اخليه ست نجوم. تمام? واخليه ايه برضه? عشان اشوف التقييم الايه? وما خليش عليه درجات. او اخلي عليه درجات زي ما انا عايز. اجي بعد كده انا كده خلصت مسلا شكل الامتحان. اقدر بقى متاعتها هو انا بيديك عدد النقاط. اجي بس على حاجة مهمة في الفرقة. طبعا الفرقة دي انا عايزة خيارات مش عايزة بالشكل ده. او مش عايزة الاجابة كده. فهمسح السؤال ده. هروح السؤال اللي قابله. اعمل اضافة سؤال اختيارات. وادوس الفرقة. الاولى التانية. انا بس المادة في سنة تانية. يبقى اكيد ما ليش بدعها باولى. والتالتة. وهنا الرابعة. طبعا مش هحدد هنا انصر كيه. لان ده مش ده مش سؤال. بس احدد زي ما قلنا المرة اللي فاتت احدد حاجة اسمها ايه? اضافة تفريع. ليه? علشان اخلي الطالب بتاع سنة تانية ما يشوفش بتاع بتاعة الشعبة دي. هتعتبر مش موجودة بالنسبة له. فبادوس على هنا. وبخليها يروح على طول على الشعب. اه مش على الشعبة بقى. يروح على ارفك الملف. هو كده مش هيشوف المرحلة دي. كمان لو عايزين نعمل الطريقة بتاعة المرة اللي فاتت. اللي هي بتاعة اه. اللي هي بتاعة شهور الميلاد ونعمل اكتر من نموذج ما فيش مشكلة. وكمان تقدر تعمل اكتر يعني مسلا العادة الى مجموعة الف مجموعة بي مجموعة تانية مجموعة تالتة. وتحدد اشخاص معينة هما اللي يمتحنوا في المجموعة دي. وتعمل لكل واحد نموذج لوحده برضو ما فيش مشكلة. كل الاختيارات ايه? متاحة. طب انا خلصت الامتحان كده عايز ابدأ اعمله بقى الاعدادات بتاعته. نيجي في الاعدادات هنا. انا بعمل رجوح طبعا. بعمل باك. اروح بقى بعد كده على اه اجي على السيم نفسه. اغير السيم بتاع الشكل بتاع الامتحان. فلاقي اشكال مختلفة زي ما حدك تحب بقى عايز تغير الشكل بتاع الامتحان بتاعك. نيجي بعد كده على حاجة مهمة جدا. اللي هي نفسه الضبط بتاع الشكل بتاع الامتحان. فباجه هنا على الستنج. اول حاجة هنا بيقولك انك بتظهر النتائج تلقائيا بعد ما يحصل تصحيح للاجابات. بيحصل ان الجاوب على الامتحان بيروح له الدرجات بتاعته. فده ممكن توقفها وممكن تسيبها لو امتحان فرعي. لكن لو امتحان يعني رئيشي ممكن تسيبها لغاية ما تراجع الاسئلة اللي موجودة. اجي بعد كده على هنا يمكن لأي شخص ان هو يقدر يجاوب ده باللينك. لأ طبعا تسيبه عن طريق المؤسسة عن طريق المايكروسوفت تيم. يعني اللي داخل المايكروسوفت تيم هم اللي يقدروا يجاوبوا بس. تمام عشان الطلبة ما يبعتهوش لبعض. هنا بعمل الخيارات بقى الاستجابة بتاعتك قبول الاستجابات لان هو طبعا لازم يكون ليه في حاجة لو انا وقفته كده مش هيقدر الطالب يقدر يجاوب على الامتحان. ليه? علشان فيه وقت نبدأ نحدده تاريخ البدء من غير بقى برامج زي جوجل فورم. هنا اعطيك هنا التاريخ وعطيك الوقت وهنا كمان تاريخ الانتهاء اللي عايزه مسلا ينتهي في نفسي اليوم بعد ساعة كزا بعد ساعتين. زي ما انا عايز. فهنا طبعا هنوقف التاريخ البدء والكلام ده. اجي هنا تخصيص رسالة للشكر نفسه. اقول له او تم تم ارسال الامتحان بنجاح. هنا برضو ببعد الطالب رسالة وعايز تعمل دي ماشي مش عايز تعملها. مفيش مشكلة. كده انا خلصت الاعدادات. نيجي بعد كده عايز ارفع بقى الامتحان ده للطلبة على التيم. فكل اللي انا هعمله هروح على الميكروسوفت تيم بتاعتي. بعمل كريت. بختار من هنا كريت. كويس. هيبدأ يظهر لي الفايل اللي قدامي. مش هعمل بقى نيو فارم. ممكن هنا اختار على طول. اختار الاختبار بتاعها. الفارم. وبدوس على ناكست. هيبدأ كده اعمل بقى الضبط بتاع الامتحان معادي النشر معادي الحاجات دي زي ما عملنا قبل كده في البحث. ونزبط الوقت بتاعنا. او ممكن اعمله احفظه كدرافت يعني. وبعد كده بضغط على الساين. تمام? كده انا خلاص بعت ده للطلبة ان هما يحلوه في وقت معين زي ما انا عايز ايه ازبط الوقت بتاعي. طيب الطلبة هتشوفه ازاي. تعال ان كده نشوف مع بعض. هنعمل بقى هنا بريفيو. هنفترض ان الطالب بيحل من الموبايل بتاعه. هنلاقي كده بيرحب بينا. فييجي هنا بقى. بيقول لي اكتب الايميل بتاعك. بعد كده اسم الطالب. رقم الجلوس. هنا اول ما احل اجيب الفرقة هيظهر لي ارفق الملف على طول. وتظهر لي كل حاجة بعدها. لكن لو انا في الفرقة التالتة هيزود لي خانة هيزود لي الشعبة. يبقى انا هنا مسلا هافترض ان انا في الفرقة التانية هيقول لي ارفق الملف. هيعمله تحميل بي دي اف. حالة الطالب مسلا مستجد. بعد كده انا خلصت بتاعت مين? الصفحة بتاعت البيانات. بضغط على تالي. السؤال الاول. بحل اسئلة بتاعتي. الاسئلة طبعا متلغبطة هي والاجابات. خيار التالت طالح فوق. خيار التاني طالح فوق. هنا بعد كده بيقول لي ايه? يعني ابدأ ان انا قيم. بقيم هنا اربع نجوم. اه خمس نجوم. واضغط هنا على ساب مت او ارسال. ها. بيقول لي هنا تم الارسال الامتحام بنجاح. ظهرت الرسالة بتاعتي. طب نشوف كده هتظهر بقى عندي في الفورم انا نفس فين. اهو. استجابات. متوسط الدرجة. اه يعني ده متوسط الدرجة واحد. لو عايز اعمل اه مراجعة الاجابات ماشية. عايز اعمل نشر الدرجات. عايز افتح فايل اكسل زي ما عمالنا قبل كده. ونشوف كل الطلبة. لو عايز اشوف البطاقة بتاعت الطالب. بخش على الوان درايف زي ما قلنا قبل كده. طب نفترض مسا حد سألني طب انا كنت اعمل بيقول لي ان هو كان عامل ملفات كتير. ورفع ملفات قبل كده على الكلاسروم. هل هرجع ان انا اعمل داولود وابلود تاني اه هعمل ابلود تاني للملفات دي من على الكمبيوتر. في حاجة تقدر تخليني اخد من الفايلز من الدرايف بتاع الجوجل. ها تقدر تعمل الكلام ده. ازاي بقى نعمل الكلام ده? فمنين بقى هتقدر تجيب الملفات بتاعتك? انا بكون فتح على الصفحة الجنرال. زي ما حضراتك شايف كده مثلا? هروح هلاقي حاجة اسمها اد كلاود ستوريج. بدوس عليها. ها تبدأ تطلع لي هنا الدرايف. كده انا قدرت ان انا يعني اطلع الفايلز بتاعت الدرايف كلها الموجودة اللي انا كنت محملها قبل كده على الكلاسروم للفصول التانية. مش محتاج ان انا حملها تاني محتاج ان انا اعمل لها استدعاء بس منين من الدرايف هنا. ده في صفحة البراوزر نفسه بتاعت المايكروسوفت بتاعت الجوجل كروم ده من هنا. لكن في البرنامج او التطبيق اللي على الدسك توب المكان مختلف شوي. او مش مختلف يعني اسهل برا اكتر. يبدأ اقدر ان انا اضيفه من هنا. طب لو على التطبيق نفسه بقى لو رحت على التطبيق اللي هو بتاعت الدسك توب. كل اللي انا باعمله باجي على الفايلز دي. دي كل الفايلات بقى بتاعت اللي انا تفتحها قبل كده وشغل عليه. طب عايز اضيف درايف جوجل درايف او باضيفه منين? هو دلوقتي متضاف. بعمله ساين اوت تاني. شوف مع بعض. اضيف بقى درايف ازاي? باجي عند هنا الاد كلاود ستوريج بادوس عليها بلاقي حاجة جوجل درايف. بادوس هنا. كل اللي هيحصل بس هيعمل يعني هيبعت رسالة للايميل بتاعي ان انا هبدأ ان انا اعمله تزامن وادخل على البيانات اللي موجودة على الدرايف. فانا بسمح له من هنا بعمله سماح. ادي له اعمل له قلاو. خلاص انا كده قدرت ان انا احصل على الفايلز بتاعتي اللي موجودة على الدرايف. عن طريق المايكروسوفت تيمز. وكده اقدر ان انا اخش بقى على كل الفايلز اللي موجودة قبل كده. واعمل لها تحميل. يعني انا دخلت على الكلاسروم اهو. هتبدأ تفتح لي بقى كل فاصل اللي كنت منزل عليه ايه? والفايلز كلها اللي موجودة عليه واستخدمها. طب استخدمها ازاي? هنيجي مسلا على التيمز. هنا. بتاعي. وحبيت ان انا اعمل الت Grant من درايف. اعمل اضافة كل اللي انا هعمله هو جوجل درايف. واخش مسلا على كلاسروم اللي انا كنت شغال عليه قبل كده. واجيب مسلا مادة capacitor. مسلا خلاص كينات دقيقة. مسلا. واجي هنا على ده الفايل بتاع ده. فايل باور بوينت. كل اللي هعمله بعمل شير لينك خلاص انا قدرت دلوقتي هعمل اهو كده انا هبعدت الفايلز بتاعتي اهو بعدت الباوربوينت من الدرايف مش محتاج ان انا اعمل ابلوت تاني من الجهاز والكمبيوتر وعد ادور عليه وكلام ده ده بس عشان يكون فيه سرعة وبكده نكون خلصنا الشغل بتاع المايكروسوفت تيمز وان شاء الله اكون افدتكم واشوفكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته